يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق صفة ما أحسنها من صفة وخلق ما أعظمه من خلق الصدق كلمة تنشرح لها الصدر كلمة يحبها الله ورسوله أصدق مع إخوانك في كل قول وفعل وقبل ذلك أصدق مع ربك سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عاهدنا الله أن نصل رحمنا فنصدق في هذا العهد عاهدنا الله أن ندافع عن ديننا فلنصدق في هذا العهد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هذه الآية نزلت في صحابة كرام صدقوا مع الله فصدقهم الله الصدق مع الله والصدق مع خلق الله كن صادق اللسان صادق الجنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذب فأي الرجلين تحب أن تكتب عند الله من الصادقين والصدقين أو من الكذبة أصدق في بيعك وشرائك البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما أصدق في كلامك في بيعك وشرائك في تعاملاتك مع خلق الله واعلم أن الكذب آية وعلامة من آيات النفاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر وقال آية المنافق سلاس إذا حدث كذب وإذا وعد غدر وإذا خاصم فجر فيا أيها الإخوة الأحباب الصدق الصدق فإنه يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب أصدق ولو كنت تظن أن الصدق سيؤدي إلى مهلكة إن كنت تظن أن الصدق سيؤدي إلى مهلكة فاصدق ولا تخشى المهلكة فمهالك الدنيا أهوى عند الله من عذاب الآخرة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضى لما تخلف عن الغزوة وأتى النبي قافلا راجعا من غزوته قال ماذا أقول للرسول صلى الله عليه وسلم كيف أخرج من غضبه فجمع كذبة قال أنا سأجذب حتى أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قفل النبي وأتى المدينة طرد هذه الوساوس كلها وقال والله لأصدقن مع رسول الله قال له الرسول ما خلفك يا كعب لماذا تخلفت عن الغزوة قال والله يا رسول الله لو جلست عند أحد من أهل الدنيا لعلمت أني سأخرج من غضبه فقد أتيت جدلا لسان كويس وبعرف أطلع من الأمور لكني قد أحدثك اليوم حديث صدق تجد علي فيه وإني لأرجو العقب من الله ولئن حدستك حديث كذب ترضى عني فيه ليشكن الله أن يسخطك علي والله يا رسول الله ما كان لي من عذر والله ما كنت أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنك فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهجروه خمسين يوما إلى أن نزلت براءته هو وصاحباه فالمقصود أصدق مع كل أحد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال إنه على ذلك قدير